هاي كيف كنت؟ اتمنى تكونوا بخير ان شاء الله اليوم جاي بقراءة اعطفية لبرج العقرب هذي القراءة رح احاول فيها احبراً يعني احاول فيها احكي عن مشاعر الحبيب نويه ورح حاول شوف مستقبل علاقة بينكم كذلك رح شوف للعزيب هل في صخص ضديد بحياتهم او لا هذي القراءة ببرج الشمس قام بطالع اقرب وكذلك القراءة فيها تكون عكسية عم شوفي برج العقرب بهذه القراءة على ان انت في خسارة خسارة شخص خسارة مادية خسارة من نوع خاص كذلك عم شوف على انه كأنه انت والحبيب كنت على وقام كنتو متصلحين وكان بينكم علاقة كتير طيبة بس خسرتو هذي العلاقة من اجل انه انتو كنتو شوي من نوع اللي بتتجاكروا من نوع اللي كل مرة مشكل كل مرة في اشيء تخلي هذي العلاقة تنتهي حاليا عم شوفكم متعدين وعم شوفكم تتذكر خاصة انت يا برج العقرب عم تذكر هذا الحبيب بخصال جميلة عم شوفك تعبين كذلك ممكن بالليل ما عم يجيك نوم كل مرة عم تفكر بهذا الشخص بشكل مطول عم شوف كذلك طاقة الحبيب حاليا هذا الشخص حاسس حاله او يظهر بطاقة المستأنس بالعيلة عايش مع عيلته بشكل يعني فرحان عايش مرتاح كذلك هم شوف على انه في سعادة يعيش سعادة بحياته كأنه هو ممكن جاته فكرة او جاته بصيرة تعرف على اشيء جديدة بالحياة خلته سعيد او صار ممكن انتو مبتعدين ممكن سر سعادته يا برج العقرب لانه ما صار يحكي معك ممكن العلاقة وصلت لمرحلة صار فيها تجريح اكثر لهيك صار كل ما يبتعد عنك كل ما يرتاح وكذلك انت ممكن كذلك ممكن يا برج العقرب فيك خصلة انت بتحب شده ممكن هذه الخصلة اللي فيك يا برج العقرب تخلي الانسان يحس حاله دائما كأنه مسجون او كأنه فوق طاقته بحسوا على انه هاد الشخص لما عمل لك بلوك او لما خلص سكر الكلام بينك وبينه عمشوف بيعيش سعادة وراحة نفسية ممكن كذلك يكون من برج هذا الانسان يكون من برج التالو هاد الشخص عم يبني حياته من جديد كأنه يعني بيرمم حياته عمشوف مشاعرك تجاه هذا الانسان عمشوفك متقلب جدا اه بدتك صلحي بدتك انصاف بدتك كذلك رجعة اه بدتك انه ترجع الكلم بينيك بيناتكن وممكن بدتك تصلح الامور اذا انت جرحته لهذا الشخص وممكن ردة فعلك يا برج العقرب كانت شوي قوية او كانت قاسية تجاه هاد الشخص وبدتك تصلح الامور اه تعيد تصليحه كذلك وعمشوفك تنوي ان تعيد او ترمم صفو هذه العلاقة تعيدها سعيدة من جديد اوكي همشوف مشاعره هو اتجاهك فيه تقريبا ضببية هذا الانسان بحبك بس هو مكسور العلب هذا الانسان بيعشقك لانه بيطلالي ورقة بس انا همشوف هذا الانسان مكسور العلب خاصة من طرفك انت يا برج العقرب عمشوف فيه نظرة ضببية معارف يشوف الصورة الحقيقية ممكن لما بيبتعد عنك بيحس بهدوء وسلام داخله ممكن انت يعني فيك نوع من الشك والذي بنسبة كبيرة وعندك مشاكل اخرى بس هو بيرتاح لما يبتعد عنك بيحس بسلام بس هذا الانسان معارف اي طريقه يتخذ يبتعد عنك يروح لطرف اخر لانه بيطلع ورقة العصوان يعني اثنان عصي مش عارف اي طريق يتخذ هل هياخذ يعني هل يرجع لهذا العلاقة لانه هو بيحبك لانك بس هو ممكن لما بيكون معك بتكون الامور شوي مش جيدة الاشياء اللي عم شوفك يا برج العقرب ما بتحبه فيه ممكن هو سريع الزعل ويبتعد بسرعة ممكن كلمة كلمتان بيتخذ قرار على انه يبتعد ويروح خلص وبيعصب وبيستفزك انت يا برج العقرب ممكن لما بتستفز بتصير تحكي كلام جارح بسرعة بتخسروا لهذا الشخص يعني شخص سريع الغضب وسريع اتخاذ القرارات عم شوف كذلك الاشياء اللي بتحبه فيه بتحب فيه على انه شخص متويزين بيعرف كيف يعمل كتير اشياء ممكن بيعرف كيف يحب ويشتغل ذات الوقات ممكن هو يناجح ماديا اما ممكن حتى بتحس على انه شخص جميل جوه الاشياء اللي ما بيحبه هو فيك ما بيحب فيك على انه كل مرة بتدخل بشجارات معه بمشاكل معه هذا الانسان مثلا بيشوف على انه العلاقة بتكون سمنها العسل متفقين ما في مشاكل شوي تصير العلاقة مثل هيك يعني بتصير فيه مشاكل وصراعات وليش انت عملت وانا ما بعمل ويعني بيصير فيه مشاكل وتهور وبيحسك متهور باوقات بحسك مثلا بتتخذ القرار ما بتفكر فيه بس لانه حسيت انه لازم يكون هذا القرار وعندك شوي من العند كذلك هيدي الدفول بتاعني الانسان اللي فيه نوع من الكبر اوقات اذا انت زعلت رجل عقرب بتطنش الشخص الاخر وبيعمل كأنه مش على باله ومش مهتم للطرف الاخر وبيصيبه يعني كأنه بتكبر عليه شوي هو بحس هذه الاشياء ما بحبه فيك على فكرة ودائما ممكن انت عندك مشكل كل مرة تتصلحه بتجيب له سيرة الماضي دائما بتجيب له المشاكل الماضية بتقول له ليش انت يعني السنة اللي مضت عملت هذا المشكل وانا 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 بحسك انه دائما بترجع لمشاكل الماضي ممكن الاشياء اللي بحبه فيك بحب فيك على انه ما بتنساهه ابدا ودائما بتتذكره بكل وقت وعلاقتكن بالرغم من انه في مشاكل دائما بتشوف الشيء الايجابي بالعلاقة وبالشريك كدلك هذا الانسان ينوي بس هاد الشخص بحبك هذا الانسان ينوي ان يجدد العهود معك ويرجع لعلك هذا الانسان بحبك بتلعب كذا ويرقع انه بحبك بس في مشاكل ما مخلي العلاقة تنجح كذلك انت بدك ترجع هذه العلاقة بدك صلحة ممكن تطلو السماح من هذا الطرف وعم شوف كذلك مستقبل العلاقة مستقبل العلاقة شوي يتطلب شوف مستقبل العلاقة مرهمون بشيء اسمه تغيير العلاقة الحالي اذا ما غيرت العلاقة بهذا الوقت الحالي ما رح تتقدم للمستقبل وتصير جيدة لهك ينصح الورق انه شوي تكونوا سبتين تكونوا من كون تعجلين باخذ القرارات انت والشريك وكذلك لازم تشتغلوا على العلاقة وتحسنوه اكثر كمان هون بيقلك الورق انه لازم تعمل تويزن لهذا العلاقة تاخده تعطي مو بس تعطي بالعلاقة او تاخد كتير لازم تاخده تعطي وتتنازل عن اشي العلاقة بده تنازلات كتيرة وهذا الورق ينصحك بهذه الامور عم شوف كذلك في نجذيب عاري جدا بينك وبينه بيقلك انه اسمح لقلبك انه هذا الانسان يخترقه واستمتع بالأوقات عم شوف كذلك في كونفرسيشن يعني في حوار مثلا على الواتساب على المسنجر يعني على عم شوف كون عم تحكوا على بعض تحكوا مع بعض عم شوف كون بيقلك انه لازم تحكي على الاشياء تحس فيها للطرف الاخر احكي اللي بقلبك يعني ما تخبي ما تحاول تعمل هذا الكبر لان العالية تحكي على انه انا لا ما فيني احكي عن مشاعري للطرف الاخر اما بالنسبة قبل ما ادخل على الناس العزيب ريح حاول احكي عن الطاقات اللي عم تطلع عم شوف برج الجوزاء عم شوف كذلك برج العسد وعم شوف حتى برج الميزين وبرج الحوت كذلك بس يعني بتطلع كل الطاقات من الطاقات الدرعبية لطاقات مائية هوائية ونارية كذلك اما بالنسبة للعزيب عم شوف العزيب عم يطلعوا على اشخاص حلوين عم يشوفوا اشخاص حلوين او يحقوا مع اشخاص حلوين ممكن معجبين بشخاص الو مكاني عالية ممكن يكون كذلك مشهور ومعجبين فيه بس بضل اعجاب ما عم شوف في حركة او في يعني تقدم هذا الشخص اليكم او تقدمكم انتم لهذا الشخص كذلك عم شوف على انه يعني استادكن قاعدين بما كانكن ما عم شوف فيه يعني احد يعني بحييتكن عم شوفكم شوي وقتين وقت بتفكروا بترمموا حييتكن ما عم شوف فيه تقدم ولا خطوة من شخص اخر ممكن مهتمين لقذة امور ممكن مهتمين للوضع المادي عم شوف انه مرادين على الوضع المادي بالنسبة لبرج العقرب عزاب برج العقرب وعم شوف كون بتفكروا بكذا امور ممكن فيه معجبين انت معجب بشخص اخر بس ما عم شوف فيه علاق هيا كالشي بيطلع لبرج العقرب بتمنى عليكم كل الخير والمسارات وما تنسوا تعملولي لايك وسبسكوين اشتركوا في القناة